موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إليم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حصة جديدة من برنامجكم علماء منسيون سنتحدث في هذه الحلقة عن عالم مجهول من علماء الجزائر كانت له علاقة وطيدة بالعلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله وبعلماء الإصلاح هو الشيخ محمد صالح الثاميني رحمه الله كانت له صيلة وثيقة بعلماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلى رأسهم الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله كانت له مكتبة بجوار جامع الزيتونة تسمى مكتبة الاستقامة ولد رحمه الله سنة سبع وتسعين وثمانمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق أربع عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة ببني يزقن بولاية غردايا ونشأ في عائلة متدينة محبة للعلم والعلماء تلقى تعليمه الأول في غردايا ثم بعد ذلك التحق بجامع الزيتونة من الشيخ الذين درسوا عندهم في غردايا شيخ يسمى ابن إدريس وكذلك شيخ يسمى إسماعيل زقون ثم بعد ذلك التحق بجامع الزيتونة سنة تسعة عشرة وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة وكان من الطلب المتفوقين في جامع الزيتونة وكذلك عرف بأنه كان يشرف على البعثات الطلابية التي كانت تأتي من مدينة غردايا إلى جامع الزيتونة فأشرف على جماعة من الطلاب الذين نبغوا فكانوا من كبار الأدباء ومن كبار الشعراء منهم رمضان حمود وكذلك الشعر المفدي زكريا وبعد تخرجه من جامع الزيتونة كان له نشاط سياسي مع حزب الدستور التونسي هذا الحزب أسسه عالم من أصول جزائرية هو الشيخ عبد العزيز الثعالبي والشيخ عبد العزيز الثعالبي سبق لنا أن تحدثنا عن حياته في حصة ترجع أصوله إلى الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين العاصمة صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن أسس هذا الحزب سنة عشرين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوفق سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف للحزراء وكان الشيخ محمد الصالح الثامين من أعضائه البارزين كذلك كان له بعض النشاط مع الصحافة في زمانه في جريدة وادي ميزاب التي تأسس سنة سبعين وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف للحزراء كان يديرها الشيخ إبراهيم أبو اليقضان أو الشيخ إبراهيم بيود ثم بعد ذلك تأسست جريدة أخرى بعد تعطيل هذه الجريدة سنة ثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي يوافق سنة ثمان واربعين وثلاثمائة وألف للحزراء الجريدة الثانية تسمى ميزاب كذلك لم تدم طويلا صدرت منها بعض الأعداد فقط فأول عدل صدر في الثلاثين من شيري جانفي من سنة ثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة ثمان واربعين وثلاثمائة وألف للحزراء إذن مما يعرف عن الشيخ محمد صالح الثاميني أنه كان له بعض النشاط في الجزائر فأسس جمعية في ولاية قلمة تسمى جمعية الاستقامة أسسها مع بعض الإباضيين في ولاية قلمة ثم بعد ذلك أسس مكتبة بجوار جامع الزيتونة تحمل هذا الإسم تسمى بمكتبة الاستقامة وكان يحض من يزوره بالاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى ولا شك أن الاستقامة من الأمور المرغبة فيها فثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ويقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يقول عمر مخطب رضي الله عنه استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالبي ويقول أبو بكر رضي الله عنه استقاموا قولا وفعلا فالاستقامة هي لزوم طريق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن دائما نقرأ صورة الفاتحة في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه المكتبة كانت فيها أمات الكتب النافعة في شتى العلوم فكان يطالع من هذه الكتب ويتناقش مع العلماء ومع طلبة العلم الذين يزورون هذه المكتبة دائما فكان العلماء إذا كان عندهم فسحة ما بين حصة وحصة يذهبون إلى هذه المكتبة ويتحدث معهم في مواضيع عديدة ويستفيدون كذلك من الكتب التي هي معروضة في تلك المكتبة فهذه المكتبة لعبت دورا بارزا وكانت مركزا من مراكز المناظرين في تونس فكان أعضاء الحزب الدستوري دائما يكونون في هذه المكتبة مما يدل على الدور الثقافي الكبير الذي لعبته هذه المكتبة في تاريخ الحركة الثقافية في تونس واعترف بذلك جماعة من السياسيين وعلى رأسهم بورقيبة واعترف بذلك كذلك كل العلماء الذين زاروا هذه المكتبة واستفادوا من الشيخ ومن الكتب التي تعرض فيها إذن مما عرف عن الشيخ أنه كان يتناقش مع العلماء ويجارس العلماء في تلك المكتبة فمن الذين كانوا يجلسون معه الشيخ محمد الفاضل بن عشور وكذلك الشيخ شاذلين نيفر وغيرهم من كبار علماء الزيتونة حدثني الشيخ محمد صالح صديق وذكر ذلك في بعض مؤلفاته أنه كان يدرس شرح السعد في علم البلغة هو كتاب معروف لسعد الدين تفتزاني فيقال اختصارا شرح السعدي وكان الطلب الذين يدرسون معه لا يملكون الكتاب فدرسوا ستة أشهر بدون كتاب ولم يكن يملك الكتاب إلا ثلاثة فقط من الطلب الذين يدرسون معه فسمع مرة بأن شرح السعد موجود في المكتبة فأراد أن يذهب بكرة من أجل الحصول على نسخة من ذلك الكتاب فحينما ذهب وجدها غاصة بالطلبة الذين حضروا لتلك المكتبة ووجد كذلك بعض العلماء الذين كانوا يجلسون مع الشيخ محمد الصالح الثاميني وكان فيهم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وكذلك الشيخ شذني النيفر وكان الشيخ محمد الصالح متشوقا من أجل الحصول على نسخة من ذلك الكتاب فقال له هل عندك شرح السعد أو قال له هل عندك السعد مباشرة ذكر كلمة السعد لوعد بعد كل حال أل هنا ترجع للعهد الذهني وقد فهم صاحب المكتبة المراد ولكنه كان يحب الدعابة فأراد أن يمازحه قال له يا بني وهل يعطى السعد إذا أعطيت سعدي فما الذي سيبقى لي فضحك الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وكذلك الشيخ الشذني النيفر وهنا أدرك الشيخ محمد الصالح بأنه لم يحسن التعبير يعني لو أنه قال له هل عندك شرح السعد أو هل عندك السعد في البلاغة ولكن المعنى مراد المعنى الذي يريده مفهوم ولكنه هو أراد أن يمازحه فقط وكذلك حينما ألف أدباء التحصيل أهداه نسخة ففرح بذلك فرحا شديدا وكانت العلاقة وطيدة بينهما مما يدل على ذلك أنه أهداه مجلة مصرية كانت نادرة فأهداها له وهي موجود وهي موجودة في مكتبته اطلعت عليها وكذلك مما يدل على العلاقة الطيبة التي كانت بينهما تلك المراسلات التي كانت بينهما فاطلعت على مراسلة بينهما أرسالها الشيخ معمص صالح الثاميني وهي مؤرخة في الرابع والعشرين من شهر مارس من سنة 68 و900 ألف للميلاد الذي كان يوافق سنة 88 و300 ألف للحزرة يخبره بأن رسالة مؤرخة في الثاني عشر من شهر جانفي من تلك السنة من سنة 68 و900 ألف للميلاد قد وصلته متأخرة وبكر بأن تلك الدعوات قد وصلته وأحس بتحسن الشيخ معمص صالح الثاميني كان مريضا في تلك السنة أخبره بأن وضع المكتبة بقي على حاله فلم يستطع أن يقوم بترتيبها خاصة بعدما شغله المرض وذكر بأن تلك الدعوات وجد أثارها بعدما تحسن حاله كذلك ذكر له قضية تتعلق بكتاب في ظلال القرآن يعني كأنه يريد أن يشير إلى بعض الصفحات قال له لعل تلك الصفحات من واحد إلى خمسة عشر نعم كذلك نجد بأنه حدثه في هذه الرسالة بأن النسخ التي بقيت عنده في المكتبة لم يتيسر أمرها بعد لعله ترك بعض النسخ من أجل بيعها ربما هكذا ليبيعها في مكتبتي وكذلك حينما ألف مقاصد القرآن أعجب به وأثنى عليه ثناء كبيرا مما يدل على المكانة العظيمة التي كانت بينهما وعلى العلاقة الوطيدة التي كانت تربط بينهما فالشيخ محمد الصالح الثاميني عالم أثنى حياته في خدمة العلم والعلماء وفي خدمة طلبة العلم فتلك المكتبة كانت منبرا من منابر العلم وهذه المكتبة تحتاج إلى دراسة من أجل بيان دورها التعليمي والإصلاحي في تونس هذه المكتبة انتقلت الآن إلى غردايا هي موجودة في غردايا كما أعلمني بعض أبناء مدينة غردايا وهي مكتبة تعد جوهرة نفيسة فيها من الكتب النفيسة الشيء العظيم مما يدل على ذلك أن العلماء كانوا يجدون راحتهم حينما يجلسون في تلك المكتبة وإذا احتاجوا عنوانا من العنوين يجدونه في تلك المكتبة التي كانت تقدم الكتب النافعة في شتى العلوم وفي شتى الفنون نعم وكان الطلبة إذا أرادوا الراحة يلجأون إلى تلك المكتبة ويطالعون على بعض الكتب النفيسة الموجودة فيها وهكذا عاش الشيخ محمد صالح الثامين حياته مقبلا على العلم والعلماء وعلى خدمة العلم والعلماء حتى توفاه الله تبارك وتعالى بعد حياة حافلة بالعطاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على مقدام وإلى حلقة أخرى مع عالم جزائري من علماء الجزائر المنسيين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه نور سرى في أرضنا قندينا يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلوم